اهلا وسهلا بحضراتكو الحلقة دي هنتكلم فيه على حاجة من الحاجات الاساسية في scientific research ولسه هنا تابعا للحلقة السابقة على طول بنتكلم بشكل عام شوية مش لازم يكون للبزنس فقط يعني هل فيه لغة لل scientific research؟ اه فيه building blocks يعني فيه common terminology فيه لغة ثابتة فيه عدد من المفردات والكلمات اساسية شوية في scientific research زي ايه طيب وايه الاساسيات وايه الاجزاء الرئيسية من تلك الاسماء هي مجموعة الاسماء اللي قدامنا دي السلايد دي يمكن تلقوها مش هتلاقوها قوي في كتاب وما سكرانك لو في كتب زي كتاب دونالد كوبر اصداراته المختلفة ويمكن تبقى في منطقة chapter 2 الى chapter 3 حسب الاصدار اللي بتستعينه دي الـ language of research مكوناتها وأسماءها أساسية وثابتة شوية ودول أهم أسماء فيهم الحقيقة بتبدأ من هنا variable أو variables, operational definition, conceptual scheme, constructs, concepts, models, theories, propositions أو hypotheses أو hypotheses حسب جمع أو مفرد الـ language of research للأسماء الأساسية دي terms بتستخدم دايما في الـ scientific research تقريبا في كل أنواع وتخصصات التطبيق للـ scientific research أهم ووحدة الأساس فيهم هي variable أو variables يعني طيب يعني variable طبعا متغير ماشي باللغة العربية ترجمة صح ماشي متغير بس يعني متغير ايه المقصود بكلمة متغير في الـ scientific research ازاي تعالوا كده نفكر فيها لو قلت لك متغير يعني يعني variable صح اه بس ايه متغير وايه variable ايه المقصود بيهم تعالوا كده فكر معي شوية فكروا خبراتكم كده ايه شغلوا معي شوية الخبرات السابقة سواء كانت في practice professional industries communities اه في قراءات سابقة في دراسات في كورسات تعالوا نشوف كده كلمة variable يعني يعني ايه ازاي الـ variable هل يقترها الـ variable ده لازم يكون شيء بيتغير مش ممكن يبقى ثابت طب ازاي ثابت وهو متغير وازاي ممكن على نقول انه له قيمة بس القيمة دي في اوقات بتثبت هلنسى بيه ساعتها ثابت ولا نسميه المتغير انا بتكلم هنا على المصطلح الخاص بالـ scientific research مش لغة الحقيقة الـ slide دي ممكن تساعدنا شوية لو بدأنا نفكر الـ animated slides بتاعتنا ايه تعالوا نشوفه احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على variable طب ايه الـ variable ده الحقيقة ابسط وادق تعريف للـ variable عشان نبقى متفين عليه محتاجين نفرق ما بين حاجة مهمة قوي concept مهم في تعريف الـ variable وده مش منتشر ومش مشهور وصعب توصله الا في ما يسمى بامهات الكتب او الكتب المرجعية reference books ومشابه طيب ايه هو؟ الحقيقة هو بيفرق بالدرجة الاولى ما بين تعريفه وصفاته تعريف الـ variable وصفاته هو الـ variable له تعريفه له صفات نعم طب ايه الصفات دي؟ الحقيقة صفات واضحة محددة حنتفق عليها لانه قياساتنا ودراساتنا في الـ scientific search تعتمد عليه ايه اول حاجة نعرف بيها الـ variable؟ انه مكون ادي هو اول حاجة الـ variable يعني component بس نقطة او من اول السطر نتفق الاول طب يعني ايه component؟ خلينا نفترض مثلا لو احنا بنتكلم على مثال الاول productivity ايه مكونات productivity؟ يبقى هي الـ variable طب مكونات productivity كمثال ممكن تبقى ايه؟ او satisfaction كمثال تبقى ايه؟ فكر معي ايه زي ما انت عايز يعني ايه زي ما انا عايز اه لان احنا بنتكلم بالدرجة الاولى على الـ environment بتاعتك يعني ايه الـ environment بتاعتك؟ يعني الـ nine elements اللي عندك يعني ايه الـ nine elements اللي عندك؟ يعني الـ specific case اللي انت بتدرسها بشكل scientific طيب satisfaction عندنا؟ اه للموظف والعميل ما احنا اتفقنا؟ حدد الـ six components اللي بيعملوا title في الحلقة بتاعت الـ title selection طب بعد محددهم احكي لنا وقلنا تفاصيل بادلة عن الواقع اللي عندك الـ nine elements كويس وبعدها بعدها تقدر تقول لنا ان الـ satisfaction دي بتتكون من ايه؟ ممكن يكون في الـ environment في الـ case في الـ nine elements في الـ specific environment اللي بتدرسها مثلا يعني عبارة عن salary و training فبقوا دول two components اللي بيعملوا satisfaction طب مثال بسيط بره الـ business وبره الدنيا الـ science بلوقتي خلينا نتكلم في حاجة بسيطة خلص والمثال اللي بقوله دايما طبع الصلطة طبع الصلطة ده كظاهرة كفينومن ايه الـ variables اللي بتكونوا? variables يعني ايه variables في الصلطة؟ اتفقنا يعني components اهو variable يعني component ايه components بتاع الطبع الصلطة وهنا انا مقولش اي حاجة غير كلمة صلطة العادي العادية تقليدي جزر خيار طماطم خاص زي ما انت عايز فبقى دي variables وبالتالي انت لما بتيجي تقيس الصلطة ما عندكش ميتر ما عندكش حاجة standard calibrated تقول ان دي صلطة الا انك تقيس الـ variables اللي انت عارف طبع عارف عارف منين انا عارفت منين ان دي components اللي بتشكل الصلطة من literature فيبقى لو قلت لنا انا عايز الحاجة اللي اسمها صلطة للـ 9 elements او الـ specific settings دي نرجع لـ literature اهو problem definition literature ونعمل طريقة قياس الـ air research design ندخل على المكونات اللي قدامنا دي فيه خيار فيه طماطم فيه جزر فيه خاص فيه كذا 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 من المكونات اذا اللي قدامي دي صلطة وبالتالي اول تعريف نتفق عليه الـ variable هو component واول صفات الـ variable موجود ولا مش موجود انا لما بقول عايز طبق صلطة او بنقيس ده يبقى الحد الادنى ان انا لقي المكونات دي موجودة طب ها اعرف تاني المكونات منين من الـ literature طب فيه صلطة خاصة عندنا احنا بنعملها احكيلنا عنها في الـ problem definition طب الـ standard ايه هنتعرف عليه في الـ literature طب ما بين الـ standard اللي هي models و theories اللي في الـ science ما بين الواقع اللي عندنا هندمج الاتنين مع بعض بشكل research design عشان نقيس الواقع اللي عندنا بشكل data حقيقية عن الواقع اللي احنا فيه طيب ايه الصفة اللي بعدها للـ variable ماهنا دلوقتي مما نتفق ان احنا عايزين صلطة الخضرة المصري العادية اللي بتاعتنا او الصلطة الخضرة الـ average العادية مش شرط يعني المثال المصري بس الصلطة الخضرة الـ standard والله نتوقع بمفهومنا ويمكن يكون فيه literature قريبة من ده بتقول انه 30% جزر 30% طماطن 30% خيار والعشرة في المية مكونات اخرى زي الخص ومشابه الله يبقى احنا هنا بنتكلم على الصفة التانية الكم اللي هي الـ amount اللي هي دايما لو هنفهمها بمفهوم احصائي بـ mathematics واقرب للـ concepts of engineering او pharma او مشابه اللي هي بنسميها الـ beta الـ beta اللي هي الـ amount المقدار بتاع الـ variable الـ beta اللي هي بتيجي قبل كلمة x1 اللي هو الـ variable بالنسبة لي فبقت الـ beta هي الـ amount of x1 اللي هو الـ variable اللي بيشكل الـ y اللي هي الفينومن اللي بندور عليه اللي هي بالنسبة لنا هنا مثالا طبق الصلطة او satisfaction او productivity طيب ايه تاني من الصفات الصفة التانية اهي بعد الـ amount والـ amount طبعا يرمز اليه بأي حاجة ممكن يبقى percentage فلوس نسبة مئوية يعني او ميتر اي واحدة من الحادثات المترك وده هيبقى لون عكاس معانا وتعليق اخر في الـ quantitative analysis الصفة التانية الاتجاه نسميه direction يعني هل يترى الـ variable ده بيساهم في وجود الفينومنة اللي هي الـ y positive ولا negative مثال احنا قولنا satisfaction يتكون من salary و training فبقى قولتول 2 variables موجودين هم يس طيب الصفة التانية amount هفترض نعني مثلا يعني 70% salary و 30% training ده amount تطلع بقى الـ percentage دي تعبر عن وقت تعبر عن فلوس استثمارات اي ان كان طيب الـ direction والله ممكن لما نقيس ونطبق scientific research او نلاقي science بيقول لنا لما تزود salary بتزيد مع الـ y اللي هي satisfaction يبقى العلاقة هنا كأنها علاقة طردية أو negative يعني كأنها علاقة عكسية لما بتقلل ده بيزيد او تقلل x او variable بتزيد الـ y اللي هي الفينومنة مثلا يعني لما تقلل الملح في الصلطة هيبقى اعجاب او satisfaction او وجود الصلطة احسن مثلا يعني مثلا الـ negative attitude لما تقلل الـ negative attitude هتزيد satisfaction بتاعت الموظف او زيد satisfaction بتاعت العميد المثال الواضح برضو في الـ negative في عالم البزنس الـ cost كل ما نقلل الـ cost مثلا بنحسن الاداء او performance او profitability على سبيل المثال طيب الصفة الرابعة والاخيرة ودي صعبة وممكن تكون غريبة ومختلفة شويه اسمها significance لو الخط مش واضح تاني significance يعني significance يعني how critical ده variable يعني how critical ما هو variable له amount هو لازم amount هي اللي تعبر عن critical لا مش لازم يعني ايه يعني ممكن مثلا الـ variable يبقى بكمية صغيرة والـ direction بتاعه positive او negative بسه significant مثال بسيط كورسي ايه مكونات الكورسي والله مكونات الكورسي هي الخشب الحديد الجلد القماش السفنج كل دي كميات ممكن تكون قريب من عشرة وعشرين وتلاتين في المائة انما اللحام المصامير مكتبة كمياتها ضئيلة بسيطة relative لي قليلة برضو المثال تاني كبير الكيك 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 اللي بنعمله في البيت او بنشتهيه من بره مكوناته دقيق بيت سمنة كذا كذا اه بس البيكين بودر الفانيليا في مكون بسيط صغير كمياته بيعني جرامات بسيطة جدا خمسة عشر عشرين جرام مقابل مئات او عشرات الجرامز لمكونات اخرى ماله ده اه ده في حالة عدم وجوده يؤثر بشكل دراماتيك على وجود الـ Y مثلا يعني انا طالب اه 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 صلطة مش خضرة بقى لأ طالب صلطة اه 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 او سيزر لأ مثالة البسيطة عندنا اللي متعددة ما بين اغلب البلاد يبقى اتوقع لازم الاقي جبنة في في طيب لو مش موجودة اه 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 لا لازم تبقى موجودة لو مش موجودة حتى لو كميتها بسيطة لأ مش هتبقى بقيت انت بتكلم على فينومنة تانية مثلا يعني ممكن يبقى مقداره خمسة في المية او عشر في المية في في بتاع الكوست او في بتاع مكونات اللي بتعمل عند الموظف بس الخمسة في المية دي عدم وجودها يؤثر تأثير بالغ بغض النظر عن المقدار بتاعها ودي صفة من الصفات اللي بيصعب قياسها وهنشوف ده في نوع معين من انواع هناخدها بشكل اه اه ادفانسد شوية قدام لما نتقدم كده لمستوى تشابتر زي تشابتر فايف سيكس ان سيفن في اغلب الكتب بيبتدي يكلمنا عالدي بعد ما يعدي البروبلم واللتريتشر هنلاقي ان احنا دي من اصعب الصفات اللي بتقاس وبعض السادة الاستاتيستيشنز او الزملة في الساينتافيك رسيرش يخلط ما بين حاجة اسمها استاتيستيكال سيجنيفكنس والسيجنيفكنس اور ده باريبل الاستاتيستيكال سيجنيفكنس هنا بيقيس قد ايه اسنا بشكل دقيق انما مش بيقيس الفاريبل ده بالزبط سيجنيفكنس ولا لا فيه فرق كبير ما بين الاتنين تاني عايدها بسرعة وهنتكلم عليها قدام شوي ايه هي ان في حاجة اسمها استاتيستيكال سيجنيفكنس ده معناه ان انت است مثلا ان الفاريبل موجود وانه لهو اماونت وانه لهو دايريكشن بوزيتف او نيجيتف كويس بقوة وبدقة انما مش معنا انك لسه است السيجنيفكنس اللي هو مقدار ان الفاريبل ده كريتيكال ولا لا وهنقول ازاي ممكن تقاس بادوات سواء كونتاتيتيف او كواليتيتيف طيب لما بتيجي بقى الليتريتشر او الساينس يساعدنا لان ممكن يبقى من الفاريبل ده مثلا يعني بعشرات او يكاد يكون بمئات الالاف اللي بتتكلم عن الساتسفاكشن بتقول في ظروف متعددة ودي قيمة انك تقرأ وتكتب عن الليتريتشر ريفيو انه ممكن تبقى في مئات الالاف من الفاريبل حسب الظروف المتعددة اللي انه بتساهم في تشكيل الساتسفاكشن للموظف او للعميل او واتسو افر لما يجي الساينس يساعدني ويدمج علاقة ما بين two variables بنسميها construct وكأنها integration لربط ما بين two variables في شكل relation وغالبا بتبقى تناسب very very specific case او setting او nine elements اللي هي researcher عملها هنا عشان يقيس الظروف بتاعته هو دي فقط وغالبا بينجح عدد كبير من researchers وده غالبية الشغل اللي ممكن يكون في اطار الapplied research بطريقة ال deductive اللي شرحنا على الحلقة اللي فاتت انه يدمج فتقل معنا عدد ال variables كأن يعني حولنا المئة الف variable دول الى عشرة الاف construct طب لما يجي scientific research researchers وغالبا يعني هنا هيبقوا يستخدموا او بدأوا يستخدموا ال inductive اللي هي by trying to comprehend باستخدام ال inductive ينتج بيزيك research يدمج لنا بقى constructs مع بعضها اللي هي العلاقة لما بين two variables دول يدمجهم مع بعض فبقت عندنا علاقات لأكتر من concept لأكتر من two variables ممكن يبقوا ثلاثة ممكن يبقوا اربعة طبعا لما يدمج two constructs مع بعض ممكن تبقى نبتدي من ثلاثة واربعة variables على الاقل وهنا هتناسب ال constructs ده هيناسب الكيسز اللي اتعاملت لي يعني لو دمج ثلاثة اربعة مع بعض اللي هو هنا ده لو دمج دي اللي علاقة بين two variables مع بعض هيبقى انتهى بيه مثلا يعني مضاعفات لتنين اتنين 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 ستة او تمانية variables تناسب ايه والله تناسب اللي اتجمعت على اساسهم فنشوف الكيسز دي بتاعت ايه مثلا يعني بتاعت شركات نسيج او شركات كزا او environment of كزا للمحافظة دي للمكان ده بقت ال very specific case بس بتاعت مجموعة من ال nine elements وساعتها ممكن نحصل على عدد اقل شوية من العشر تلافي عندنا مثلا الف او عدد متعدد من الفين لتلات تلاف او ما شابه من ال concepts طيب لو جيه scientific research وريحني شوية كمان ودمج ال concepts دي مع بعضها دمج ال concepts مع بعضها اللي هي بتاعت 6 او 8 او ما شابه من ال variables انتج لنا model وبالتالي انت بقى قريب لزهنك دلوقتي ان ال integrated set of concepts دي اللي اسمها model اه الاقي model عن satisfaction يناسب بقى wide range طب ليه يناسب wide range لانه الحقيقة جمع اكتر من concept اللي هو يناسب اكتر من بلد من مكان من organization فممكن تلاقي model of satisfaction فور اسميز مثلا عبر بلاد او model مثلا لل developing countries لو شركات بتتأسس بشتغل في كذا فالمodel دايما generic هنا بدأنا نحصل على العمومية شوية او generalizability شوية وده تقر ما هنحتاجه قدام شوية في الكلام عن خصائص scientific research ان لما بيوفر لي scientific research اوانتج model بقى لي عمومية في الاستخدام وعمومية في التطبيق طب المستوى الاعلى والاقوى theory theory بتانتجريد عدة models اللي هي ممكن يبقى عندنا عشرات او مئات من الموديلز يجي تيجي theory بقى او تيجي theories وتحاول تدمج ده مع بعض ولذلك مش غريب انك تلاقي عندك theory واثنين وثلاثة واربع نظرية واثنين وثلاثة واربع ويبدو ليك ان النظرية والشيء وعكسه ليه لانها مبنية على التراك او الترافيك او اللود اللي قبلها ده كله كأننا هنا في حالة من الحالات الفانيلينج ها بنجمع شوية او بنوصل ليه تفصيل قيمة التجميع ده ايه قيمة التجميع هنا ان احنا عندنا فرصة ان احنا نستخدم الحاجة العامة دي تطبيقاً على الحالة بتاعتنا لو فاكرين التعريف بتاع الابلايد اه والديدكتف ابليكيشن اوبا جينيرال ثيري ثيري او موضل طيب ايه اللي اكبر من الثيري اللو بقى لو يعني ايه قانون اللو ده قانون طيب اللو ده يعني يستخدم فين الحياة بيبقى جلوبل شوية وصعب تلاقيه في السوشيال ستاديس وصعب تلاقيه في العلوم الانسانية يعني وخاصة الجزء كمان بتاع البزنس ليه طيب؟ نلاقيه اسهل في نلاقيه اسهل في الفيزيكال ساينس طيب ليه؟ لان الفيزيكال التعديل والتطوير في مبنى على مكونات مادية ملموسة شوية كل ما بنفهمها بناخد وقت اطول شوية نحن بناخد تعديل فيها انما تفاعلات البني قدمين تفاعلات البشر في بيئات العمل المختلفة او في التفاعلات الانسانية المختلفة متجددة متجددة ودي من 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 مزايا البني آدم أنه يتطور أو يتغير سواء للأحسن أو يتطور وينمو دائما وبالتالي على ما نعمل ساينس والساينتافيك ريسيرشز اللي بيستغلوا على مساحة البيزيك ريسيرش يحاولوا يجمعوا المتعددة المتعددة يكون حصل جديد تاني في إنتاج المتعددة وفهمنا للإنسان وقيمته وتطوره والخدمات التي يؤديها في مجالات وبيئات العمل المختلفة أنا يهمني في الحلقة دي إن نحن نركز على الفرق ما بين وصعب تلاقي لو على مستوى البيزنس حتى كان عندنا زمان اللي بيتكلم على احتياجات البشر وإزاي بتتقسم وإزاي بتتحرك وكان في وقت بيعد في الليتراتشر لو مع الوقت بدأ له بدايل وصور أخرى فكأنه بقى واحد من الثيريز أو الموديلز اللي بتفسر احتياجات البشر والطبقة على الأشخاص على مستوى شخصي إنساني مستقل وعلى مستوى الشخص في بيئة العمل أو على مستوى الشخص كعميل في ظروف اجتماعية سياسية إدارية اقتصادية والطبقة حتى على الشركات وبالتالي نزلت شوية بقى المستوى موديل أو ثيري يفهم بيها وأحد الموديلز والثيريز اللي بيفهم بيها احتياجات البشر ولكن ليست الوحيدة زي قوانين أخرى مادية ملموسة في الفيزياء والكيميا والطب وما شابه يهمني قوي نعرف إن النواة الأساسية هي الـ وإنه دوه عدة خصائص في فرق ما بين تعريفه كـ كمكون في فرق ما بين الخصائص بتاعته واحنا هنبقى كـ scientific researchers طوله الوقت عاملين ندرس variables في بيئات محددة في specific settings في specific 9 elements باستخدام model of the 9 elements وهنبقى بنحاول نستخدم المكونات دي كلها اللي موجودة من literature نوصل لـ variables, constructs, concepts, model, theories من literature علشان نطمن يا ترى إيه المعالجات المناسبة اللي نستخدمها عندنا باستخدام proper scientific research design نحل الـ problem بتاعته وكده الحلقة دي تنتهي مهمة جداً نركز عليها لأننا نستخدمها كلغة في الحلقات القادمة شكراً جزيلاً للحضرات